طيب الجزء أو النقطة التالتة اللي هنتكلم فيها النهاردة مع حضراتكم زي ما بقول لكم يعني هو الموضوع الانتقالات وموضوع طبعا الانتقالات الصيفية تجديدة العقود بنتكلم على المان سيتي المان سيتي النهاردة بيجدد مع دياز طبعا دياز بعد يمكن فوزه بأفضل مدافع في أوروبا لعام 2021 النهاردة المان سيتي بيجدد أو بيجدد التعاقد هو أصلا عنده تعاقد معه لكن حفاظا على هذا اللاعب اللي بقول لحضراتكم يمكن لعب طبعا برتغالي يعني لعب ست سنوات يعني عمل عقد لمدة ست سنوات ونجح طبعا زي ما بقول لحضراتكم انه هو يفوز بأفضل مدافع في أوروبا العام الماضي جرديولا طبعا هو بيبص المستقبل بشكل كبير جدا بيحاول طبعا الحصول على الدوري الإنجليزي لكن زي ما بقول لحضراتكم تعاقد أو تجديد تعاقد مع دياز اللاعب البرتغالي بشكل مباشر لـ 2027 ده بيدل أنه كمان زي ما بقول لحضراتكم من خلالها حالة هنتكلم على الترانسفير ماركت بنتكلم على إزاي الأندية الكبيرة بتفكر إزاي الأندية الكبيرة بيبقى عندها فيجن لقدام ممكن جدا تشتري لاعب بسعر قليل بعملية تسويق وتبيعه بسعر أعلى فيه أندية زي مثلا أو سياسة بعض المدربين أو المدرين الفنيين أنه بيحاول يجيب أفضل اللاعبين في كل المراكز على رسوم طبعا جرديولا بيصرف مصاريف كبيرة جدا لكن في المقابل بنلاقي أندية زي دورتموند بتصدر آه نادي بيلعب في شامز ليج بيحاول ياخد الدوري من باير ميونيخ لكن زي ما بقول لحضراتكم الترانسفير ماركت السنة دي في أوروبا مولع جدا طبعا على رأسات طبعا انتقال كريستيان ورونالدو اللي هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة اشتركوا في القناة